اهلا بحضراتكم واخر فقراتنا النهاردة في المحترف دايما فقرة الخميس الاخيرة بتكون مميزة وكلنا بننتظرها بشكل كبير لان معنا المميز محمد الباز هيكلمنا النهاردة في حاجة دايما بنتكلم عليها تكلمنا عن ساد يومانية وازاي ساد يومانية كمان هيشتغل مع البايرن نتكلم ازاي الاندياة الاوروبية بتجيب الحلقة النقصة في فريقها بشكل علمي بشكل احترافي بشكل رقمي واحصائي ودايما محمد الباز بيشرفنا عشان يشرح لنا اكتر واكتر محمد نساء الخير عليك نورنا نور حضرتك بن DPالا مني نهاردة إلى طلب حلو اقوي طبعا يصفق كبيرة جدا ويمكن الريال كان يعني مسرة على زي صفقة بشكل كبير جدا لعيب صغير بالسن انت كمان عندك عندك ال weakness عند حد تاني هو اشمعنا غelines حاخر المستوى مستوى ان ازاي على اللعب د incompleteівاته امكانياته ايه إيمكانياته ايه توظيفه وداخل الملعبها هيكون ازاي يا ريت برضو تشرح لساد المشاهدين ده منين يعني تشوميني مبدايا زي ما حددتك قلت بالزبط كانت صفقة عليها نزاع وخناقة كبيرة جدا كان مين يتخانع عليك بارس سين جرمان وريال مدريد طبعا هو فضل نروح لريال مدريد من باب البطولات بطل أوروبا فكمل معاه يعني معروف كده عن ريال مدريد فدائما هو الاختيار اللي كان أعلى شهر لريال مدريد تشوميني طبعا هيكون إضافة قوية جدا لريال مدريد تحليل التاكتك بتاع تشوميني ساعد بشكل كبير جدا أنشلوتي وكتيبة ريال مدريد والإدارة ريال مدريد في اختياره قولي برضو الناس برضو علشان تكون متابعة معنا تشوميني هو لعب عنده كم سنة بوزيشن بتاعه ايه مميزاته ايه والمميزات دي ساعدت أنشلوتي او هتساعد ريال مدريد ازاي صحيح تشوميني اللي لعب صغير لسه 22 عام المفروض ان هو بلعب في مركز 6 يعني ده يقال المفروض ان هو مركز 6 ولكن هو بلعب 8 بلعب بوكس تو بوكس بلعب في كل حتى في المنظومة الدفاعية في الريكوفرينج يعني نص الملعب بيتحرك بشكل كبير جدا هنتكلم على كل التحركات وكل اللي بيعمله تشوميني في أرضية الميدال هو بيسموه البول وينر يعني هو من أكتر الناس اللي هتساعد في الاستحواز أكتر الناس في العالم في الموسم الأخير بالأخص مع موناكو الفرنسي في استخلاص الكورة ده مهم جدا في الانترسيبشن في الاعتراضات في البول بلوكس في كل الحاجات اللي المفروض تتوافق وتتواجد فيه اللاعب اللي بيلعب فيه المنطقة الدفاعية بالأخص سواء كان مركز 6 لعب بوكس تو بوكس بيشبه ويشبهوه شوية بكانتي بيشبه أيضا تماما في ريال مدريد طبعا لوكا مودريتش وهنتكلم وجود توميني لريال مدريد طبعا على اللونجران بلاعب 22 عام حيكون طبعا ريكوفر كبير جدا في حالة طبعا رحيل لوكا مودريتش في رحيل طبعا حيوبة يعني اعتماد كبير جدا على الفترة الجاية مكان كاسيميرو أنه بيختلف عن كاسيميرو في حاجات كبيرة جدا اليوم الاثنين بيلعبوا نفس المركز بس مهم أول اللي انت قلتها محمد أن الناس بدأ برضو هناك بتبص للمستعبل يعني لاعب عنده 22 سنة هم درسوه بشكل كويس عرفوا امكانياته الفنية وأنه حاسس خلال السنين اللي جايك كاسيميرو خلاص أعتقد قدامه سنتين ويبقى الكيرفع ينزل عندنا مودريتش لعيب عظيم ولكن عنده 37 سنة فالدفع بعنصر عنده 22 سنة لعيب مميز على مستوى الدفاع والهجوم اللي انت هتشحولنا دلوقتي وياريت برضو اتعرف الناس ليه كالوش أنتشولوتي اختار تشواميني بشكل خاص في فريق ريال مدريد للموسم القادر بالضبط يعني احنا قلنا من أهم النقاط اللي تم اختيار عليها تشواميني هو الاعتراضات هو يعتبر تالت مرتبة على مستوى أوروبا كلها في الاعتراضات ومعانا خريطة حريرية بتوضح الاعتراضات وفي أرضية الميدان بتكون عاملة ازاي في متواجد في كل مكان في الملعب في اعتراضات وفي الانترسيبشن هنا كابتن هاني بنقدر نشوف الانترسيبشن اللي هو الاعتراضات مع الكول بلوك اللي هو طبعا بقطع الكورة هنا بنشوف بتواجد بالأخص في الأجنحة عشان برضو استاذ مش هدين يعرفوا ده الاتجاه دوت هو الاتاكينج دايريكشن يعني الفرقة بتهجم ده فواضح جدا عملية صحيح الاعتراضات عنده مع الكول بلوك عنده في قطع الكورة والاعتراضات اعتراضات بمعنى هو بيعترض ان هو يقطع الكورة بشكل كبير جدا الخريطة دي بتورينا أكتر الأماكن اللي هو بينتشر فيها في اعتراضات الكورة دايما أكتر مكان على الأجنحة صحيح بربع دي لما نيجي نبص التكتيكيا ايه مشكلة ريال مدريد مشكلة ريال مدريد في تقدم كارفخال في ناحية اليمين فبالتالي عندنا لاعب زي وبينيسيوس قدام كمان وبينيسيوس قدام في ناحية الشمال فبالتالي أو ميندي لما كان ما بيزيد فبالتالي عندنا شوميني دا لاعب عنده أدوار مركبة حيقدر ان هو يعمل التغطية في خلفهم لما تقدمه دا رقم واحد رقم اتنين لاعتراضات عنده أعلى مرتبة أعلى نقاط زي ما احنا شايفين منتشر فيه برضو لاستاذ مشاهدين هو طبعا محمد بيتكلم كل الجزئية دا اعتراضات او هو بيشتغل فيها بشكل جيد جدا وحتى على الجانب الآخر بيشتغل بشكل جيد جدا فكل دوت بناء على خطة أنشلوتي في كارفخال بيعدي او النحي التانية مندي بيزيد فهو عنده القدرة انه يغطي المنطقة خلف المهاجمين او خلف الاجنحة بشكل اكتر من رائع دا رقم واحد رقم اتنين من النقاط اللي تم اختيار على تشومين عشان تساعد كتيبة ريال مدريد هي البور ريكاوري اللي هو استخلاص الكورة نفس الكلام هنا بتورينا هو بيستخلص الكورة فين طبعا زي ما حدثتك قلت الديريكشن الهلوجومي نحيتي بالزبط فنقدر نشوف تشومين بينتشر في كل مناطق الملعب يعني في موضعية النص الملعب ستة بيزيد كتمانية بيقدر ان هو يعمل البور ريكاوري استخلاص الكورة واسترجاع الكورة بشكل رائع جدا منتشر في كل انحاء برضو ملاحظ هنا ان في الحالة الدفاعية لان الاتاكن ديريكشن كده فالحطة اللي قدامي السردباكين كمان هو شغال فيها بشكل اكثر من رائع مهم جدا يبقى تكلمنا ممكن في الحالة الجمية الكافرينج على الاجناب وفي الحالة الدفاعية انت بتعمل يعني بيعمل حاق الصد قوي جدا في قدامي السردباكين بالزبط الكاراكتر بتاعه بيمتاز بكده بقفل زوايا التمرير على الخصف بيقدر ان هو يتوقع هنا طبعا يورينا الاتجاهات بتاعته في البول كاريينج زي ما احنا بنقول ايه ادوار مركز ستة كابتن هاني مركز ستة ان هو ازاي يدور الكرة وان هو ينقل الكرة اللي قدام فبتورين هنا الاسهم ازاي هو بيقدر ان هو يتحرك بيمشي بالكرة بيقدر ان هو يساعد الفريق في الاستحواز في البول كاريينج بهذا الشكل ان هو بيقدر ينطلق ويلعب الكوارات الطويلة او الشورت باسس واللونج باسس على اعلى مستوى وقد يشبه لوكا مودريتشو حيكون البديل زي ما قلنا في المستقبل على اللونج رون ويقدر يساعد فرقيته في الاستحواز ونقل الكرة وتدوير الكرة للامام بشكل رائع جدا ده من اهم التلات عوامل اللي ساعدته زي ما قلنا هو بول وينر ان هو يقدر ان هو يوفع الكورة بيستخلص الكورة بشكل سريع وبشكل قوي بكل تأكيد هنشوف بقى الامثلة يعني عايزين نشوف امثلة من ارضية الملعب في ازاي ان هو بيعمل الاستخلاص او البول ريكافرين والتوقع اهم ما يميز توميني هنا توميني يعني نقدر ان احنا نبص على توميني انا احطى لك اللايتز اللايتز بالزبط معنا زجال وبرضه عامل شغل عالي كالعادة ده توميني عشان الناس بس تكون متوقع هو واقف فين اهم ما يميزه في البلاي ستايل بتاعته مقارنة بكاسيميرو ان هو عنده التوقع عالي جدا توقع عالي زي ما بقوله الاويرنس البوزيشنينج احنا شوفنا تحرك فين الكرة طبعا رجعت ده الفريق المنافس للاعب التاني عشان يقدر ان هو يفتح زوايا تمرير للزميله اللي قدام طبعا توميني متوقع تماما الكرة هتروح فين عشان يقفل عليه زاوية التمرير وده اهم ما يميز توميني لو بدأنا ان احنا نتحرك ونشوف الصورة اللي بعدها هنقدر نوري السادة المشاهدين معنا كابتنان الهزاي استخلص الصورة الاولانية نقطع خط الباص يعني زاوية التمرير اتقفلت وده خلي بالك شيء مهم جدا للمدافع لو مش قادر تقطع الكرة وخاصة وسط الملعب لو مش قادر تقطع الكرة اقفل زاوية التمرير بالضبط وده اللي بيعملوا ده اللي بيمتاز بيتشوميني طبعا زي ما احنا شفنا يعني السافة 6 متر ما بينهم ان هو قدر يتوقع ويقفل زاوية التمرير التوقع الاوليس اللي عنده عالي جدا وده اللي شفناه فيه حالة استخلاص الكرة في البوري كافري قطع الكرة بشكل رائع جدا وبسرعة جدا بدون اي مشكلة زي ما دايما بنشبهه بيكانتي لعب تشيلسي طبعا الفرنسي هو من غير فاول الجميل طبعا مؤهم وما يميز ان هو بيطع الكرة بيعدل طبعا جسمه بالبادي اورينتيشن عالي عنده جدا يبدأ ان هو يلعب الشورت بول يعني بعد ما قطع الكرة في الصورة اللي فاتت قام بيها وقام يعمل يعمل الكونتر اتاك او يبدأ يبدأ الهاجمة بشكل رائع جدا ويبدأ ان هو يحرق في رقيته زي ما احنا قلنا البول كاريينج يبدأ ان هو طبعا يلعب الكرة في الخطوط الامامية بشكل اكثر من رائع ده من اهم النقاط القوة اللي احنا شرحناها بالارقام او بالموائزات نبدأ ان نشوفها دلوقتي في التاكتك في الملعب بيعملها ازاي نفس الكلام هنا كابتنان الشومينيان نبدأ نبص عليه بيقفل زوايا التمرير زي ما قلنا زاوية التمرير ديت الراجل دوت وقاطى زاوية التمرير بشكل اكثر من رائع وده ده سنسي ده تالنت بالظبط ده تالنت سنسي يعني موجود يعني احنا شوف عايزين نرجع هو فين شوميني يعني الكرة تلعبت احنا عايزين نركز مع الشوميني هنا برضو ان هو يعني عليه الشكل كده حيكون فين بعد سوائد بعد الكرة ما تلعبت حنشوف بقى قوته وسرعته وهو ده طبعا اللي بيمتاز بيه من كقوة بدنية رائعة جدا ولياقة بدنية عالية جدا في مسافة 9 متر ما بينه ما بين الخصم اللي استلم الكرة حنقدر نبص بعد ازاي عمل البور ريكافري واستخلص الكرة وقدر ان هو ينقل فرقته حنتابع مع بعض الحالة برضو راح يتفين برضو تشوميني بسرعته يعني تقريبا في متوسا كان وصل للعب بعد ما استلم الكرة عدل وشه طبعا على اتجاه المرمى وده مهم برضو انك اه انتك حتى في الوقت ان انت بتحاول تقطع خط الباص لو الكرة راحت للراجل خلاص انت ما بتبصش وترجع بالراحل اذا انت بترجع تاني وبتحاول بقدر امكان زي ما الصورة دي بيوضح انه خلال الراجل سابق بتسعة متر ولكن عنده القدرة ان يرجع تاني للحالة الدفاعية صحيح وده اللي بيعمله تشوميني وقطع الكرة واستخلاص نفس الكلام هنا مثال اخر بيوضح ايضا تشوميني في الاعتراضات وان هو يقطع الكرة زي ما قلنا بيمتاز بها بشكل رائع جدا هنا كرة ايضا في نصف ملعبه بص كابتناني زي ما قلنا بيقدر ان هو يعمل التمريرات بشكل اكثر من رائع طبعا بينقل الفريق لقدام طبعا عشان يساعد فيه الناحية الهجومية زي ما كلنا بنتكلم بيلعب اللون باس ده بيشبه لوكا مودريت شوية بزرده عام المساعد جدا لريال مدريد ده لوكا مودريت 37 عام وهو الناس بتفكر بالطريقة زي ما حضرتك قلت بالزبط ازاي يكون معايا زي ما اتكلمت انت على النواحة دفاعية كمان في موضوع البلدنج أب وفي موضوع نقل الهجمة بشكل كبير وكمان عنده لونج باس بشكل اكثر من رائع طبعا بيفتح بيه مساحات ويبدأ ان هو ينقل فريق في الحتة الهجومية بشكل اكثر من رائع هنا برضو امثلة كثيرة جدا بتورينا مقررة يعني الموسم اللي فات ببين شوميني عمل لونج باس يعني يا كابتن هاني بنسبة عالية جدا وصلت لتسعين في المية من اللونج باس بتاعته والشورت باسس ايضا بيعملها بشكل اكثر من رائع بينقل الفريق لقدام زي ما قلنا ده مميزات الرقم ستة وكمان شوفنا دلوقتي الناس تقول الرقم تمانية وبوكس تو بوكس عنده قوة بدانية ان هو بتساعد نفس الكلام يعني بص الكرة هنا من نص الملعب احنا السهم هنا واقف على شوميني عينه عم بيعمل سكانينج برضو بشكل رائع جدا شاف زميلو في الجناح اليمين فاضي تماما عشان يخلق المساحة وده طبعا بيتم فيمتو سكن بيعنده الوعي الزهني حاضر بشكل رائع جدا السكانينج قدر ان هو يلعب اللونج بول بدقة عالية جدا ان هو توصل المهاجم او الاجنحة نفس الكلام هنا بيلعب طبعا السروب باسس او طبعا التوراة وراء المدافعين وخلي بالك انت النماذج اللي جايبها في ديستنس مختلفة يعني فيه لونج باس بيوصل ل25 متر فيه لونج باس وخلي بالك هنا لازم يكون عنده حساسية هيلة جدا لانه خلاص مقرب من التمنتاشر وبالتالي عنده كمان المهارة ديت فواضح كده ان كمان يعني لو جبنا السلاسي اللي كانوا بيلعبوا في نصف الملعب بالنسبة ريال مدريد والاضافة بتاعته ايه صحيح احنا دلوقتي طبعا احنا لو هنعرض التشكيلة معنا اللي هي المتوقعة اللي ريال مدريد في الموسم القادم هنبص ما بعض نشوف بيعملوها او هتكون شكلها عامل ازاي وحنتكلم على السيستم اللي هيشتغل بيه انشلوتي طبعا انشلوتي بيلعب في الغالب اربعة تلاتة تلاتة طبعا السيستم المعروفة او المعروفة عند انشلوتي يعني في حالة طبعا عدم حياس الكورة عارفين هو بيتحول لخمسة يعني اربعة اخمسة واحد او خمسة يعني بيعمل برضو الخطة الدفاعية الصالبة جدا لو نعرض طبعا نموذج تاني لرؤيته دي الفيجن بتاعه يعني دي الرؤية بتاعته سكانينج عالي جدا خلي بالك انت وانت بتتكلم انا يعني بحط نفسي مكان اللي عمل السكاوتينج دوت انه بيدور على كمان ريال مدريد امكانياتها ايه دايما شوفنا في السكاوتينج اللي انت عامله تقريبا الشكل ريال مدريد لو نلعب على الاطراف بيبقى فينيسيوس لو النحاة التانية بيبقى كارفخال بتتكلم على كمان لو سقوط كاريم بنزمة في العمق عشان تحدي يزيد وبالتالي التاكتيكال والحاجات دي السكاوتينج ده مهم جدا طبعا لازم اراعي طبعا طريقة اللعب الفلسفة بتاعت المدرب هل اللعب ده هيتماشى مع الفلسفة ده بالزبط بربع ليه كمان احنا في التحليل لكابتن هاني بنحلل على المستوى الانديفيدول الشخصي او الجروب على مستوى الجماعي او التيم يعني احنا متكلم دلوقتي الجروب دي زادت معنا في التحليل يعني ايه الجروب يعني متكلم على المنظومة زيما حديثتك قلت نص الملع احنا دلوقتي عندنا ايه الثلاث افراد او الثلاث لعبين الارتكاز او الاساسيين في تشكيلة ريال مادريد احنا عارفينهم كاسي ميرو ويبالعب توني كروز ولوكا مودريتش يقال طبعا ان توميني مع وجوده حيساعد انشلوت ان هو يعتمد على فلفيردي فلفيردي طبعا هيكون ليه دور كبير جدا معهم في نص الملع يعني ان هما الاثنين يلعبوا في الحتة دي فلفيردي كمان بيعندوا قدرة على انه بيطلع صحيح ناحية الاجناب والميزة اللي بيتميز توميني عن كاسي ميرو لان هما الاثنين يلعبوا نفس المركز ستة ان كاسي ميرو في الاعتراضات عنده عمل 36 اعتراض الراجل ده توميني عمل 101 اعتراض السنة اللي فاتت ده ما يعادل 2.9 بيرجيم يعني حاجة عالية جدا بيتميز توميني عن كاسي ميرو وده بالتالي حيبهن قوة ودفعة قوية جدا نتكلم مع المنظومة ان هو ازاي يلعب مع فلفيردي بشكل افضل ان هو يساعد وكلمتك كما فينجا كمان كما فينجا وفلفيردي وكان بيلعب في الفترات الاخيرة بشكل اكتر من رائع وهم الاثنين كمان بيلعبهم في وكلمنا مع حضرتك قبل كده على توني كروس توني كروس فلاص يعني تقريبا بدأ ان هو اعتقادي نهاية نهاية اخر سيزن خلال الفترة اللي جاية ولوكا مودريتش ولوكا مودريتش خلاص كمان 37 سنة لكن بيادى اكتر من رائع لكن النظرة المستقبلية مش مجرد انك بتجيب لعب كويس لأ انت بتجيب لعب حسب السكاوتينج ده لعب حيفيدني في ايه حيفيد طريقة لعب في ايه وكمان مع المنظومة مثلا لو نص الملعب ازاي هيلعب مع نصب الكيميا هتمشي ما بينهم ازاي يعني مع الفيردي طبعا هيعملوها ازاي كما فينجا لما يقدر ان هو يشتغل معاه هيعملوها بشكل ازاي هيساعدنا على لونج رون ازاي في ان هو يقدر ينقل الفريق يعني هو ريال مدريد تقريبا حل المشكلة دية زي ما كنا بنقول في حالة تقدم مندي او في حالة تقدم كارفخال ازاي ان تشومين هيقدر ان هو يعمل ريال مدريد دوت يعني زي ما تكلمنا عندنا كانت مشكلة خطيرة جدا في قلب الدفاع لما دلوقتي احنا مش عايزين ننسى روديجر روديجر اللاعب الألماني طبعا مدافع شيلسي خلاص رسميا مع ريال مدريد فبالتالي عالبة في قلب الدفاع مع روديجر حيكونوا قوة صالبة جدا بشكل رائع الموسم القادم طبعا عشاء ريال مدريد الملك دايما كانوا عندهم قلق في قلب الدفاع دايما كان في مشاكل او في حالة تقدم كارفخال ناحية اليمين دايما كان فيها مشكلة بشكل كبير جدا فالسكاوتينج تيم مع تحليل ارقام اللاعب مين اللي يقدر يساعدني في ان هو يقدر على لونج رون يساعد المنظومة صبقة كانت بكام يا محمد 80 مليون يورو بلص طبعا 20 مليون يورو وصل 100 مليون يورو طبعا ده رقم لخم جدا بس اللاعب برضو خلي بالك انت بتتكلم في 100 مليون بتتكلم اللاعب عنده 22 سنة 22 سنة برضو خلي بالك احنا بنتكلم ودايما بنقول ان الناس لي ما بتختارش كده عشوائي يعني انت لازم زي ما انت قلت على المستوى الفردي في سكاوتينج على المستوى الجماعي اللي انت الجماعي اللي هو بيلعب فين البوزيشن بتاعه فبتعمل سكاوتينج في نص الملعب امكانياته ايه وكمان على مستوى الفريق ككل التركيبة هتبقى ماشية ولا مش ماشية ده مهم جدا طبعا وده اللي ساعد السكاوتينج تيم او ريال مدريد ده مع السبورت ديريكت ومع الادارة مع انشلوتي في اختيار عنصر مهم جدا يقدر يساعد معهم بالشكل ده بالقوة الرائعة اللي احنا شفناها عن شوميني ادوار مركبة بوكس تو بوكس بول وينر انه هو يساعد فيه تمام في الاستحواز في استخلاص في الاعتراضات في كلام كبير جدا وده عايزين نوضح هنا المثال ده لأي لاعب بيلعب في مركز ستة يعني هنا اللاعبين في مصر يقال ان اللاعب ستة يعني عندنا امثلة كبيرة جدا ولكن لا انت رقم ستة ده انه هو لازم يكون عنده المقاومات اللي احنا شرحناها عند شوميني لازم يقدر يعمل كل الكلام ده لازم عنده التوقع اهم ما يميز الكراكتر بتاعت شوميني ودائما بيخافوا منه في اوروبا انه هو في البادي اورينتيشن عنده في اتجاهات جسمه دائما بيخدع الخصم انه هو اتجاه جسمه يكون في اتجاه ويلعب القرى في اتجاه تاني الاسكانينج عنده عالي جدا انه هو نقل الكون الكارينج عنده ده لازم مقاومات كتيرة جدا ده لازم تكون عند رقم ست او رقم تماني انت لما تستعد او تكون جاهز المالتي تاسكنج كلمنا ما حدثت قبل كده من اهم العناصر او الكريتيريا اللي بيتم يعني مثلا اختيار سيليكشن بتاعت لاعب هي تكون مالتي تاسكنج خاصة في الادوار الدفاعية مثل هذه الادوار مالتي تاسكنج يعني عنده ادوار كثيرة ومهام كثيرة مش رقم ستة اللي هو المميز يعني اللي احنا واخدين اللي بيعمل فاول وبيقطع الهجمة لكن لازم يطور نفسه بشكل كبير جدا زي دايما انت بتنقل لنا صورة وبتنقل صورة لتطوير السكاوتينج في العالم كله ازاي بيشتغل بنشكرك شكرا جزيلا يا محمد ودايما بتبقى يعني فاكرة مميزة معك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لحضراتك ودي نهاية فاكرتنا ونهاية حلقتنا النهاردة مع المحترف ان شاء الله اللقاء جديد ويوم جديد يوم الاتنين القادم في المحترف